وفي سياق المتصل أكد مجمع البحث الإسلامية بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف في جلساته اليوم أن التحرش بالأطفال سلوك منحرف محرم تاباه النفوس السوية وتجرمه الشرائع والقوانين وأشدد الأزهر الشريف على أن هذه الجرائم تستوجب أشد العقوبات الرادعة وتجريمه يجب أن يكون مطلقا ومجردا من أي شرط أو سياق وأشار المجمع إلى أن التحرش بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسلام والمرؤة وكمال الرجولة مهيبا بالمجتمع تجديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين يستوجب مواجهته بشكل صارم